اشتركوا في القناة منزل لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم السب بينتقل بعدها لمنزل سعد الأخبية ورح يظل فيها لغاية مساء يوم الأحد وهي منزل للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر موجود في برج الدلو بما أنه موجود في برج الدلو معناته جميع الأبراج بتأخذ من بعض صفات برج الدلو فمنشعر بهاي الفترة أو بهذا اليوم أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو جهاز شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا ذروة ذروة زاويتين راح تكون خلال هذا اليوم وعنا زوايا بطيئة برضو متشكلة وتأثيراتها موجودة الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي زي ما حكينا تأثيراتها لغاية يوم 16-5 هاي بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسببنا الإحساس بالكآب والميل بالإعجاب أو للإعجاب بالذات أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها لغاية يوم 23-5 بتعزز قدراتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهاي زاوية حكينا تأثيراتها لغاية يوم 25-4 هي مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديقة أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وممكن بعض الأشخاص يقعوا في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا طبعا تأثيرات هاي الزاوية من منتصف الليل لغاية ساعات المساء يعني طول اليوم بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية أما بالنسبة للزاوية اللي البطيئة الثنتين اللي راح يتشكلوا أول وحدة هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي حكينا تأثيراتها هي لغاية يوم 26 أربعة طبعا اليوم ذروتها الساعة وحدة و49 دقيقة بعد الظهر هي هاي الزاوية لأنها سلبية بتسبب تعب وقلق وحذر وميل للكآبة وبتحد من خيالنا وتجعلنا شاردين ذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الإرهاق بضر بصحتنا طبعا إلها علاقة هي بأمور إلها علاقة بحوادث أو إصابات أثناء الحركة أو حوادث على الطرقات وأمور إلها علاقة بالتقلبات حتى بطريقة التواصل ما بينه وبين الأشخاص ممكن شوي هيك نحس أنه متقلبين بالمزاج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية يوم 26 أربعة طبعا ذروتها الساعة 10 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا وهاي الزاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما بين القمر وبين زحل وهي زاوية اقتران سلبية وهاي رح تكون الساعة 11 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات تقريبا الظهيرة وبتستمر لغاية صباح يوم الاثنين من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقرت بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية برضو مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح للقص العلاجي يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ بالنسبة لمطعم كورونا طبعا ما في أي مشاكل اليوم ممكن آثار بسيطة بندول أو براستيمول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ فيه تمام الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين يعني هي أول نصف ساعة بعد منتصف الليل ودخلنا في يوم الاثنين وبيستمر خلو المسار حتى تمام الساعة 10 و 14 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر طبعا بلش بمراحل انحسار الهلال يعني هو ما بين مراحل الهلال والمربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد بيصبح عمره 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثاور حتى يوم 21-5 الآن هي سعيدة بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح بتصير الشمس منتحس بنسبة 15% وطويل النهار نفس الشيء القمر في الدرو حتى يوم 25-4 الآن هو منتحس بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 75% وبكمل طيلة النهار نفس الشيء عطارد في الثاورة حتى يوم 29-4 هو منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 24-5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% عبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل القمر الآن موجود في بيتك 11 اللي هو العلاقة بالأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة تقدر اليوم برضو تطلب المساعدة وأهم شي برضو ما تتردد بتقديم المساعدة للأشخاص اللي بطلبوها منك اليوم في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شي إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس أهم شي برضو إنك تحاول تنجز كل الأعمال المهمة لأنه ابتداء من الغد القمر رح ينتقل لبيت متاعبك فكثير من الأمور رح تصير صعبة عليك عشان هيك حاول إن جاء اليوم إنك تنجز كل الأعمال المهمة برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يعني القمر الآن موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا يوم مناسب للعلاقات الاجتماعية مع ناس مسؤولين خصوصا مسؤولين عنكم بالعمل أو ناس دون مناصب وبرضو اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن اليوم إذا اجتهدت كثير أنك تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم أو مفاجأة معينة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه هذا يعتبر بيت السمعة فلا تجازف ولا تغامر ولا تخالف القوانين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي وحليف لإلكم فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم برضو في التقرب من أحبائكم ويمكنكم اليوم تعزيز العلاقة مع أحد الأحباء أو أحد المعارف أو الأصدقاء وخصوصا إذا كانوا خارج البلاد ممكن اليوم تلتقي بوجوه أو آراء أو ثقافات مختلفة أو تهتم ببعض الأمور العلمية أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا يوم يعتبر من الأيام المميزة فعشان هيك برضو بدك تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصدقاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة يعني الأموال اللي بينك وبين أي شخص بيكون فيه شراكة أو بيكون الأموال المشتركة ما بينك وبينهم فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو من زوج مثلا ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة يعني عملي جديد ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهة النظر بيستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي زي قرد مثلا أو موضوع بيتعلق بديون لإلك بتحاول أنك تحصلها فاليوم مناسبة على هاي الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما هو بدعمكم عن مستوى الشراكة وعلاقاتكم بشركائكم شركاء المال وشركاء العاطفي أو ما بين الأزواج وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بالنسبة لإلكم أهم شيء لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة فحاولوا إنكم ما تنفعلوا حاولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفع العصبية والتوتر ولا الجدال عالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات لأنه اليوم بدك تراجع كل خطوة أنت بتخطيها الأجواء ضاغطة إجمالا أي استفزاز أو أي عداء ما بينك وبين أي شخص اعرف أنك أنت الحلقة الأضعف برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس بيت السادس هذا إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بزملاء العمل وإلو علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتشعر أنه العمل كثير وبيتراكم عندك تدريجيا ما بتقدر تنجز كل أعمالك فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة والأعمال اللي بتقدر تنجزها دون ما تبالغ في هاي الأعمال عشان ما يصير فيها أخطاء وبرضو بتكن تنتبه لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم فدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات حاول أنك ما تهمل وضعك الصحري وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن ما في داعي للمشاكل ما بينك وبين زملائك بالعمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم الأجواء رائعة جدا بالنسبة لإلكم يعني تعتبر من أفضل الأيام في هذا الشهر لأنه القمر في البيت الخامس وهو بيت قوي لإلكم فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم فترة فيها لقاءات مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك بتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات للقاءات للحب للمغازلة للتقارب ما بينك وبين الأحبة وبرضب استطعتك المبادرة بأي اتجاه الظروف ملائمة للمصالحة حول تكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب القمر موجود في البيت الرابع لإلعلاقة بالبيت والعائلة والشؤون الداخلية بالنسبة لإلك فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيرك اليوم ممكن تجد تعاون من أحد أفراد العائلة وممكن تظهر اهتمام بالبيت والعائلة مثل تصلحات منزلية أو مشكلة بتحاول تحلوها أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو حدث عائلي معين أهم إشي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية عشان هيك مطلوب منك تضبط أعصابك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثالث وهو بيت حليف وقوي بالنسبة لإلك فبتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات السفريات القصيرة ممارسة هواية مثلا أو مثلا نقاش أو مقابلة منكم أشخاص ممكن يخرجوا فيه نزهة قصيرة بيكون لكم برضو نوع من أنواع التعامل ما بينكم وبين أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالي جدا وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات طبعا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق هم اللي رح يبدعوا هذا النهر أهم شيء تنتبهوا أثناء حركتكم وتنقلاتكم برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي القمر الآن موجود في بيت المال فعشان هيك اليوم بيحملكوا فرصة لمكسب مالي ولكن أغلب هاي الفرص بتيجي من عمل إضافي أو ممكن تيجي من مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو فواتير معين في بعضكم رح يستفيد ماليا وبعضكم رح يكون عليه التزامات مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بدكوا تتفقدوها بشكل جيد وتراجعوا حالكم قبل مشترتها ممكن بعضكم يعالج استحقاق مالي زي دفع فواتير أو أقصات أو يعالج مسألة مالية أهم شيء أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمع انخوطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن موجود عندكم فعشان هيك اليوم تشعروا بالطاقة أكثر من يوم أمس اليوم رح تبدأوا فترة أفضل من الأيام المضت وهذه الفترة رح تعدي لكم نشاط كان مفقود بالفترة الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وممكنكم برضو تدعيم مركزكم الاجتماعي اليوم هذا بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا نجاح باهر ولكن ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي شوي تلفت انتباهكم أو يعني شوي تشغلكم فبدكوا تضبطوا عصابكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب وراح يظل في بيت المتاعب لغاية يوم الغد يعني لغاية صباح يوم الاثنين عشان هيك بيظل التعب مسيطرة عليكم بتكونوا تحاولوا انكم تنظموا أموركم اتحافظوا على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير انتبهوا لوضعكم الصحي ممكن تتذمروا من تأخير من سوء تفاهم من التباس ممكن أشخاص توعدكم بشيء وما توفي فيه في هذا اليوم أو تتأجل أو تتعطل فعشان هيك اليوم بيهمكم ضبط الأعصاب وتحاذروا من البدء بأي شيء جديد وحاولوا انكم ما تسمحوا للقلق انه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط فعشان هيك بدك تقوم بواجباتك وأعمالك بشكل روتيني نظم أمورك ضاعف مجهوداتك ابعد عن اتخاذ القرارات عشان الأمور تمشي معك مثل ما بدك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء